جبال قرغستان البعيدة الاتحاد السوفيتي جلب الضوء والكهرباء إلى هذه المنطقة وحتى إلى القرى النائية مثل أتباشي غير أن إمدادات الطاقة هنا ليست دائما آمنة بسبب العواصف والانهيارات الثلجية والفيضانات وهو ما يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للمستشفى المحلي هناك ظل الناس ينتظرون طويلاً لتجهيز هذا المستشفى بالطاقة الشمسية حتى لا يظل معتمداً دائماً على شبكة الكهرباء منظمة الصحة العالمية اختارت مستشفى منطقة أتباشي كمشروع رائد أرتور بيوكليانوف هو المسؤول عن الخدمات اللوجستية هذه منطقة جبلية عالية والناس يعيشون هنا تقريباً على ارتفاع أكثر من 2500 متر علاوة على ذلك تحدث هنا تقلبات متطرفة في درجات الحرارة لذلك تظهر بشكل جلي العواقب السلبية للتغيرات المناخية في مثل هذه المناطق كبير الأطباء بالمستشفى مورات بيك ألياس كاروف يعمل في ظل ظروف صعبة إذ لا يوجد في المستشفى سوى 150 سريراً للمنطقة كلها كما أن عدد المرضى الذين يشتكون من مشاكل في الدورة الدموية والأمراض المعدية في تزايد مستمر الأحوال الجوية المتطرفة تضر بالكثيرين هنا وعدد المرضى في ارتفاع كل عام الشتاء الأخير طال عن المألوف والربيع رطب جداً وهو ما جعل المزارعين في أطباشي يخشون على موسم الحصاد القادم بدوره يخشى شيلدس باك كاباروف بأن لا تتمكن أحصنته مجدداً من الحصول على ما يكفيها من الغذاء فقد تأخر في نثل البذور والحقول والمراعي لا تزال مبتلة التقس يتغير ففي العام الماضي مثلاً سقطت الثلوج فجأة في يوم خريفي وغطت كل شيء ولم نكن قد قمنا بالحصاد بعد ولم نتمكن من توفير الأعلاف لمشياتنا طوال فصل الشتاء نعم نحن نشعر بالتغير المناخي المزارعون مضطرون لشراء الغذاء لأنه لم يعد بإمكانهم إنتاج ما يكفي منه بأنفسهم يدرك أرثر بيوكليانوف أن العائلات تلجأ غالباً للاقتصاد في الطعام والتوهيات مهمة لذا يقدم لهم نصائح تميكنهم من توفير المال والكهرباء الناس مهتمون بذلك كثيراً ولديهم استعداد لقابول معلومات كثيرة جداً لكن نشر هذه المعلومات هنا أمر صعب فشبكة الإنترنت لا تزال هنا ضعيفة وكانت هناك حملات مماثلة في التلفزيون لكن التحدث بشكل مباشر إلى الناس له أثر أكبر قرغستان لا تزال في بداية الطريق للاستفادة من الطاقة الشمسية بطاريات الألواح الشمسية التي تثبت على سطح تأتي من الصين أما المحاولات الكهربائية فمن أوروبا وبالنسبة لأرتور بيوكليانوف فإن ذلك ليشكل تحدياً لوجستياً فحسب بل تحدياً تقنياً أيضاً يمكننا مستقبلاً تجنب كل المشاكل التي واجهتنا خلال هذا المشروع عندما ننتهي قريباً من إنشاء لوحات الطاقة الشمسية فإن ذلك سيصبح بالنسبة لنا أمراً في غاية السهولة يفترض أن يكون مستشفى أتباشي رائداً في هذا المجال وهو أمر جيد بالنسبة للطبيب مورات بيك ألياس كاروف وطاقمه من الأطباء وكذلك بالنسبة للمرضى وسيصبح بوسع الأطباء الحصول مستقبلاً على طاقة كهربائية من مصدر يعتمد عليه برغم ذلك لن نكون ملزمين بدفع مقابل مادي للحصول على الطاقة في حالات الطوارئ نحن نحصل الآن على الكهرباء مجاناً أي أننا نقتصد في النفقات هنا وهو ما يساعد بالطبع في الحفاظ على الميزانية العامة للبلاد مستشفى أتباشي هو البداية وعندما يتم الانتهاء من تثبيت ألواح الطاقة الشمسية فوقه ينتظر أن يتم تزويد مستشفيات أخرى في قرغستان بالطاقة الشمسية أيضاً